السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك زعم قديم وعريخ جدا بأن الكون يعكمه إله واحد أو خلقه إله واحد وأن من غير المنطقي أن يكون هناك أكثر من إله لهذا الكون طبعا هذه المسألة تعقدت ونعتبرها مسائل خاصة متعلقة بإثبات وجود الله والدليل الكوني والدليل التصميم والدليل الأخلاقي وهذه المحاجزات الطويلة العريضة لكن الآن أنا أحاول أن أتطرق إلى مسألة بسيطة وسريعة جدا وهي أن الفكرة الرئيسية تقول بأن هناك إله وهذا إله هو كامل مكمل مثالي مئة بالمئة وهذه الفكرة تمت طرق عليها وانتشرت بين البشر إثر فلسفة اللي طرحها أفلاطون أو بلاتو في القرن الخامس قبل الميلاد إثر هاي الفلسفة اللي هي يسموها الفلسفة المثالية أو هذه اللي هي تعتبر أنه كل شيء لكل شيء في الكون هناك مثال يعني هناك حصان أو الموع عديدة من الأحصنة هناك مثال اسمه الحصان وكذلك عمال الخير في الكون وفي الطبيعة فهذا أعمال الخير هناك مثال الخير فهذا مثال الخير أصبح عندما تلقفه اليهود والمسيحيين في المنطقة منطقة الشرق العربية حاليا وحولوه إلى إله الذي كان لديهم هو أصلا وهو إله يهوى وإيل وبقية الآله فاعتبرون هذا الاله هو الذي الاله الواحد الذي لا بديلة ولا مثيلة ولا نظيرة له هذا الاله هو الذي كلي القدرة ومن خلاله على الناس جميعا أن يعبدوه ضمن الضمن الشروط مال هذا الاله أنه يكون قادر وقدير فقال نأخذ هذا الموضوع البسيط هو القادر والقدير فقال نفترض مثلا بأن هذا القادر وقدير هو كما وفقا للتعريف هو القادر على كل شيء لكن هل السؤال الذي يخطر إلى الذهن هل يمكن لهذا القادر أن يقدر على قتل نفسه مثلا إن قلنا لا فهو بالتالي لا يمكن أن يكون قادرا كليا على فعل هذا الشيء وأن فعله فهذا يعني بأنه هذا البخل الخالق ربما قتل نفسه دون أن ندرك من يعرف وربما وقد نجد أسباب تؤكد أن هذا القاتل أو القادر قتل نفسه فعلا واختفى بدليل أنه لم يعد موجودا وربما خلق هذا الكون وصنع هذا الكون وأطلقه منذ لحظة انفجار البيك بانك الكبير وتركه بعد ذلك وقرر الانتحار مثلا ولا يمكن في هذه الفكرة لأنه أنت وفقا للتعريف تقول بأنه قادر وقدير وكلية القدرة فبالتالي هو ليس قاصرا عن فعل هذا الشيء ما يدعم هذا هناك أمر آخر أن البيك بانك فكرة وجود أنه أنه بدأ الان الكون مخلوق أو حادث فالفكرة القديمة بالعهد الذي انطلقت في أيام الفلاطونيين المهدثين وهي انطلقت من أبعادها من أيام الفلسفة اليونانية وتواصلت مع الفلسفة العربية الإسلامية وأيضا تجادل فيها كثير من رجال الدين وفقهاء هذه المسألة هي أن الكون كما أثبتته الأبحاث العلمية الحديثة أن الكون انطلقت من أجزاء الثانية وليست ستة أيام كما هي في رواية الخلق أو سبعة أيام في اليوم السابع السراحة رب العالمين كحسب الرواية التوراتية والرواية القرآنية أن الكون كله في ستة أيام ثم سوا على العرش في الحقيقة هذا الكون بأكمله تم خلقه في أجزاء 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 الثانية حسب المعادلات الدقيقة والألمية التي لا تقبل الشك ولا الخطأ وأثبتت أن هذا الحدث حدث قبله بالضبط 16.8 مليار سنة مضت هذه الحادثة بدأت من نقطة بالغة الصغر في الكون وهذا حدث الانفجار العظيم وتطور بعد ذلك على ما نحن فيه حاليا وهو ما زال يستمر باتجاه العدم أو باتجاه التشتت الفراغ والظلام لأنه قانون الانتروبي هو يفعل فعله في هذا العالم بالنتيجة هذا الحدث حدث لكن ما الذي حدث قبل هذا الانفجار الكبير هنا يصبح السؤال معقداً ولا نستطيع أن نخمن أي شيء حصل بالفعل قبل ذلك هل هذا هو كون واحد من مليارات الأكوان؟ هل أن من فعل هذا أو خلق هذا الكون هو أكثر من إله؟ ما الذي يمنع من وجود أكثر من إله؟ لا وجود لمانع نحن لا نعرف ماذا حصل أذكرت الآن مثال مثال يوم الذي رد على هذه المحاجزة بأنه هناك إله واحد خالق للكون قال إذا احنا افترضنا الآن موجودين في هذا الجدار أو في هذه الغرفة وهناك عتلة أو ميزان موجود في هذه الجهة وميزان في الجهة الأخرى لكننا لا نرى ماذا يحصل في الجهة الأخرى مجرد هناك هذه العتلة مع الميزان الجانب الأيسر منها أو الأيمن بمنطقتنا والجانب الآخر في المنطقة الأخرى إحنا عندما نعرف بأن هذا الميزان تم رفعه شهدنا أن هذا الميزان ارتفع وحدث شيء ما لكن لا نعرف من فعل هذا من الجانب الآخر هل هذا الذي فعل أو خلق هذا الفعل هو واحد أو عشر أو عشرين أو خمسين أو مئة لا نعرف فبالتالي حجة وجود إله واحد للكون هي حجة ليست منطقية وممكن الرد عليها بأشكال متعددة عموما أنا لدي أصل الأخوان أنه الفكرة أنه هذه المجادلات العقلية لن تؤدي إلى نتيجة وأنا أعتبرها مجرد تمارين رياضية أو تمارين عقلية يعني ما هي مثل ما أعني بتمارين رياضية مثل ما طلبة يرحون إلى الجامعات والكليات والمدارس يعطوهم تمارين في الحساب في الرياضة في الفيزياء في قضايا التطبيقية العلم التطبيقية ويجدون الأجوب عليها هذا هي مجرد تمارين وتجد احتمالات وأشياء كثيرة جدا وبالنتيجة هي لا تعني شيء لكن هي تعني شيء فقط للأناس الذين لديهم خطاب آيديولوجي يحاولون الترويج لهذا الخطاب وأيضا فرض هذا الخطاب على الآخرين فيبحثون عن محاججات عقلية وأدلة ويقول لك أن هذا استدلال المنطقي ويلعب معك في هذا الكلام لكن في الحقيقة المسألة ليست هكذا الأمر بالرمتة هو مجرد مصالح ومحاولات لفرض شرعي لإقناع الآخرين بأن لدينا شرعية إلهية وهذه الشرعية نحن وحدنا بينما لا يمتلكها الآخرون وأن هذا الإله هو الإله الذي يرعانا والذي اختارنا اختار ديننا وحده دون عن أديان الآخرين هذه المحاججات أعتقد أصبحت طفولية ولم تعود من اللائق لإنسان أن يجادل فيها وينافح ويكافح ويعتقد ويتحيز لهذه الحجة أو تلك الموضوع بسيط الموضوع أنه كل جماعة لديها رب خاص بها وهذا الإله هو الحكومة هو السلطة التي يعترف بها أو تعترف بها هذه الجماعة والتي تعترف بقوانينها وشرائها فهذه القضايا هي التي يجب أن تحفل بالاهتمام وهذا الإله هو بالضرورة ليس إله الكون إنه ربما ممثل للإله الكون أو شيء من هذا القبيل لا نعرف ما هي الحقيقة وهل من الضرورة وجود إله لا نعرف لكن هي عموما المسألة الأساسية هي ليس هل هناك إله هل هناك إله هل هناك إلسان هل نقادرين على أن نكون أن نديم علاقة جيدة بين بعضنا البعض على اختلاف أجناسنا ومعتقداتنا وأفكارنا وهذا السؤال الأساسي أما الالتجاء لوجود إله هذا الإله هو الذي الذي يحظى تحظى به مجموعة معينة بالاهتمام وكلما هذا هم ناس أولاد أولاد الذين هذا فكرة تعتبرها كما قال الطفولية ويجب أن نتجاوزها والبشرية أكبر الآن من الدخول في هذه السفاسف وهذه الجدالات العقيمة السؤال الآن هو ليس سؤال ما بعد الموت وليس سؤال الموت إنما سؤال الحياة الآن هل نحن نستطيع أن نعيش بطريقة صحيحة؟ الآن المشكلة ومشكلتك كيف نحيا وليس كيف ماذا يحصل بعد الموت أنت تعيش بطريقة جيدة تجيد التعامل مع الآخرين نصل إلى عقد قانوني وشرعي يديم العلاقات بما بيننا بدون تصادمات فهذا هو الأمر الجدير بالانتباه وأما من يجادل في قضايا وجود الله وأن ديني أفضل وأنك كافر وأنا مؤمن هذه الجدالات لن تنفع بل أضرت والتاريخ كله شاهد على هذا الموضوع ومن ما زال يصدق بهذه الأمور هو ضحية أناس وقوى يحاولون استغلال الآخرين وابتزاسهم بقضايا لا يدركون مدى خطورتها وخطورة الإيمان والتصديق بها المسألة هي مسألة كيف نحيا في هذه الحياة وليس كيف أو ما هو مصيرنا بعد الموت هذا بحث مختلف تماما شكرا جزيلا وآسف على طالع مع السلام وأتمنى أسمع رأيكم وتعليقاتكم حول هذا الموضوع ليعتبره جدير بالنقاش ليس كما تعودنا في مناقشته عن الدليل أن الله موجود وغير موجود يجب أن نتجاوز هذه المسألة ونفكر فيما بعد هذا الجدال والخروج من هذا الجدال العقيم إلى اللقاء